بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم حبابنا في مكان أهلا وسهلا بكم عنا في حصدكم اليومية مائدة رمضان نتحييكم سيدة ياعلى من هذا المنبر وتقول لكم حضروا لنا ورقة وغلب نعم حبابنا في مكان إن شاء الله نلاقيكم خير على خير يوجه الخير نبدأ بالحريرة بالزعتر وهي حريرة صحية صنبوصون مليحة حتى اللي عندهم أمراض تعلم معي الدولة هاد الحريرة رايحة تفيدهم بإذن الله رحمن عدنا نصص دارت على الجيش هاد المرة الحريرة ما غاديش تستعملي اللحم رح تستعملي الدجاج هنا نحتاجه نصص دارت على الجيش حباب بصل الكبيرة الحجم تكون مفروما زوج حباب طماطيش نتعل حب كذلك مقطع قطع صغيرة زوج حباب جزر زرودية مقطع قطع صغيرة حباب جورجات تكون صغيرة مقطع كذلك حباب بطاطا ملعقة كبيرة زعتر ملعقة صغيرة كصبر مرحي هدي بالنسبة للتوابل ملعقة صغيرة كوركم ملعقة صغيرة سكنجبير ملعقة صغيرة كروية هادو لزي بيز تحاد الحريرة تعليوم نحتاجه شوي اكسبور طازش حشي شام قطفة تقطعها قطع صغيرة نحتاجه خمس مغارب كبار زيت باش نقليو نحتاجه ملح وملعقة طماطم معنتها حريرة عادية بالخضار تقليها وتمرقي وتخلي الحريرة طيب فقط هاد المرة فيها الجيش ما فيهاش الحم هنا بنوك هاد الزعتر معنتها تبقى تريح الزعتر في الدار من بعد شبا غدينيكي الطيب صفي نحي هادوك الزعتع الجيش وماتا بقى ترحيه ماتا بقى ترحيه رجعي القدرة تاعك للنار اذا كانت تقيله زيدي شوية ما حضري لها العقدة ديالها نصف كاس فارينا كاس ما بارد عصير ليمونة هنا تستعملي في هاد الخلطة مكعب غدائي دوق دجاج من ضرب الاولا ديني حسابك في الملح في الخلطة تاع الفارينا حطي مكعب غدائي دوق دجاج وشوية تاع زعتر انفتت رجعي الخلطة تاع الفارينا للحريرة وخليها على نار هادية تبقبق خليها على نار هادية تختار وتبقبق مليح باش تطيب لك الفارينا مع انت بزاف اللي يخلطوا في الحريرة غالي يزوش يطفوا هي لا لا لازم تطول هي تغليه باش هذه الفارينا ما تضرش لازم هنا ناصحتي فقط كذلك اللي عندهم امراض المعدة وتعلمسور وكامل هنا يستعملوا فارينة الضرة فارينة الضرة معنتها بغد عقدها فارينة الضرة وان شاء الله بإذن الله الرحمن ربي شافي جميع مرضانا ان شاء الله نعم حبابنا مازلنا متواصلين نرحب بحباباتنا اللي رهم معنا حانا نرمزي مرحبا اهلا وسهلا حبيبتنا ان شاء الله ديما منورني على الفيسبوك وكذلك معنا في إذاعة بويرة الجهوية امل امولا مرحبا حبيبتي مرحبا بكم اخواتي وان شاء الله ديما تكونوا منورين وديما فرحانين ان شاء الله نواصلوا مع بعض الكيفية عنها اليوم اللي هي الخبز الملفوف الخبز الملفوف رح نمده بطريقة تيم طريقة العادية بالفارينة تعنا العادية وطريقة بفارينة الضرة راني قلت اليومان خمو شوية عند هالحق سيدة اللي كلمتني في الهاتف وحنا دايما في خدمتكم لم يا مرحبا حبيبتي اهلا وسهلا ليندا كذلك مرحبا مرحبا بكم معنا بالنسبة لخبز الملفوف نحتاجو كيلو تاع الفارينة نحطوه لو كاس تاعمايزينة معانت هاداك الكيلو تاع الفارينة حطي له كاس تاعمايزينة خمسين غرام زبدة او مارغارين خمسين غرام زبدة او مارغارين زوج مغارف خمارة نتاع الخبز وزوج مغارف سكر عادي هذا خلطيهم مع الفارينة والنشا نحتاجه هنا يا زوج مغارف حليب بودرة يكون غبرة حليب غبرة نحتاجه هنا يا كذلك قدامك ديري الماء يكون دافئ مع ملعقة ملح هذه بالنسبة للعجينة ونحتاجه من جهة واحدة اخرى باش نلفوها 100 غرام زبدة ونروحو دركا اخواتتنا لطريقة التحضير حضري العجينة الاولى اللي قنا فيها الفارينة ونشا وخمسين غرام زبدة خمرت العجين زوج مغارف زوج مغارف سكر وزوج مغارف حليب بودرة تلمدي لابات بالمدافي وغرفة ملح هذه بالنسبة لابات دركاء شباغ الديري خليها ترتاح كل ما تخمر كل ما تخمر كسرها كل ما تخمر كسرها تلت مرات كر العملية تلت مرات هنا رايحين نديرو دركاء عملية اللف تشكل الكريات وزنها تقريبا ستين غرام اذا حبيتي توزني هنا شباغ الديري حلي لابات تاعك حليها بالطول الدهنيها بهذيك المية مرقا اللي انا مجدينها شدي منها مغرف والدهني بالطول تولي شكل تاحها اوفال ولفيها حتى بتحصلين حربوش كر العملية الباقي الخبيزات نعاود الحجم انتها العجينة ستين غرام حتى سبعين غرام معليش كي تخمر لك واحد شوية عاودي يحليها حليها بالحلال كشول تطوال ايه الدهنيها بالمارغارين ولفيها على بعضها اذا حبيتيها مرقبية بالصفايا رشي شوية انتها فارينا ولفيها على شكل حربوش اغلقي الجنب التحتاني ببايا ضل بيض وحطيهم من تحت حطيهم في سنيوة مباشرة والدهنيهم من فوق الدهنيهم بحبة بيض كاملة ودردر عليهم من فوق شوية جنجلن يتحصلين لدي سيقاغ رابي يخمروا من بعد مليح وطيبي الخبز تاعك وتاكليه ان شاء الله حبابنا بالصحة والعافية نعم حبابنا منزلنا متواصلين مع بعض اكيد ان شاء الله يا رب العالمين تعجبكم الحزنة على اليوم ومعايا حببتنا امويا وم ehrlichحبا بيك يا العزيزة كذلك هاجر مرحبا بيك حبيبتنا ان شاء الله ديما منوريني óديما ان شاء الله تكونوا بخير نعم معايا اسماهان معايا اسماهان معايا اسماهان اهلا وسهلا حبيبتي ان شاء الله دايبا منورتني ان شاء الله رايحي ندير لكم الوصفات اللي راكم حابينها ان شاء الله بالنسبة الوصفة انتع الطبق الرئيسي نمرو دركا للطبق الرئيسي مرحبا بك فادية نورتيني بالنسبة للطبق الرئيسي اليوم اخترت لكم قراتا انتع الكرم قراتا انتع الكرم وش راح تديري حاجة اللولة اللي بغيت ديري هاش تدير الراس تاع الكرم ديريه في الماء سخون هذا كل ما سخون فيه الملح وفيه عصرة ليمون وكل مرة نحي الورق حطيه يغلي زوش تقايق ثلاثة نحي الراس نحي الاوراق وعاودي يردي حتى تقلعي ليقع الورق بصح مدة الغاليين خليه يغلين يحب شويه يترخاو الورق مليح لازم يترخاو الورق مليح مع انت تولي بخاسك طيبة نعاودي لك حبينا نقلعو الورق تاع الكرم شدي الكوكو ديري فيها الماء والملح وحطي الكرم تاعك الراس تاع الكرم حطيه داخل عصرة ليمونه من بعد وش راح تديري تقلعي الاوراق الاوراق انتع الراس تاعك شاكفو نحي بصحليها تحر حر شوية في الماء بش طيب لك بعد كيب بردودو كل وراق انت يبجيه نحي لهم واحد الغصن جاي في الوسط يابس واحد الغصن هكدك شوية يابس نحيه بدا كانت فريش كاخليها حضري الهالا فاقص الحشو انتحه الحشو انتحه هنا يا شبا غا تديري رايح اديري روز طيب قيس كاس روز طيب طيبه باش يجي كبنين طيبه في الماء والملح والتم هاداك الروز طيب زيدي خلطي له شاورمة مرحية قيس 250 غرام تحتاجي 250 غرام تاع شاورمة مرحية تقولوا لي كيف شاورمة مرحية تروحي عند البوشري يرحي لك ملاكويس على الدنت قول لي اعطيني ملاكويس يعطيك ملاكويس على الدنت يرحيه لك تمام هاداك الشاورمة على الدنت يرحيها لك 250 غرام تجيبها لعندك خلطيها ديري لها ملح فلفل اسود حبا بيت معدنوس ثم فرومة وزيدي لها هاداك الروز هراكي خلطيها تولي لك حشوة واحدة متجانسة صحيتي قسمي هاداك الحشوات تاعك الى كوريت وعلى حساب العيلة وعلى حساب شا بغي تديري كرم مثلا ديري عشرة ولا كورية ملح كل كورية بغي تحشيها بالجبن طوليا تولي شكلها أسطواني معنتها كي صبيعة تخشينا كل كورية رح تتعمر بالفخوماش بالطول وتولي شكلها أسطواني معنتها تجي حربوش ما تجيش مكورة حربوش ناخدوا أوراق متاع الكورم كل ورقة نضعو لها الداخل للأسطواني هاداك ونغلقو عليها كرر العملية لكل الأوراق شدي مولتع كوشة مدهون بالمارغارين وستفي فيه الكورم المعمر الكورم المعمر واحدة مراخدها ما تديريش واحدة فوق واحدة يجو طبقة واحدة هنا شبغي ديري رايحة تقطع عليها شوية زبدة كده يكمل فوق غطي البلاطو ودخلي للكوشة بشي طيب الشاورمة نحضرولها لك خم تحها عندها كريمة ما شاء الله لك خم ديالها هنا يا عندك نص ريت لحليب مغورفة زبدة ميتين غرام جبن طاري ميتين غرام جبن طاري نعم ناظرة لي ربيها برب ان شاء الله ان شاء الله يا ربي العالمي ما فيش مشكلة ناظرة لي ربيها فوق راسي وعيني هنا نعود لك خم نص ريت لحليب ملعقة زبدة ميتين غرام جبن طاري زوج مغارف كبار فارينا ملح فلفل اسود وثنين سفار بيض ثنين سفار بيض نخلطه مليح مليح ونطيبوها عندنا كشغلها كالطيبة في إنك خام باتيسياخ كريمة العادية الحلواني كشغل كريمة وهي تاع الجبن كريمة الجبن نعود نص ريت لحليب مغرفة زبدة ميتين غرام جبن طاري زوج مغارف كبار فارينا ملح فلفل اسود وثنين سفار بيض بعد ما تطيب ما ترتبش حتى تتميكسيها بالميكسوغ لازم تتميكسها بالميكسوغ مليح باش تولي رطبة خرجي لبلاطوت تاعك من الكوشة يكون الشوار ما طاب بسغطيه باش ميتحرق لكش من فوق ايا دركة سقيه بكريمة الجبن سقي الكرم بكريمة الجبن ورجعيه للكوشة عشرين دقيقة خرجيه والله ستكوني غير رائع راح تجربوه وتدعونا بالخير شهية طيبة بالتوفيق ان شاء الله نعم حبابنا في كل مكان إن شاء الله يا رب العالمين تكونوا كامل بخير يوجه الخير وتكونوا منوريننا إن شاء الله يا رب العالمين هنا بالنسبة لأحباباتنا راح أكيد نلتى بكم رحمن هيبا إن شاء الله بإذن الله مباركة عليها إن شاء الله يا رب العالمين ويجيبنا البكالوريا نفرحه بك كذلك مونير نظير اللي ربي هات قلنا على مونير ربي يفرحك به ويفرحك بالبكالوريا إن شاء الله قلوا آمين إن شاء الله يا رب العالمين مو يولولوا كذلك ربي يبارك في صحتك إن شاء الله حبيبتي يعطيك الصحة إن شاء الله دايما منوريني بوجودكم وإن شاء الله بإذن الله رحمن فيدوا بعضنا البعض إن شاء الله نعم حبيبتي رايح نكملوا الأطباق تعنا أكيد عدنا بوراك واشا نقول لكم يهبل هاد البوراك معلكم غير تركزوا فيه اقتصادي مئة بالمئة وخفيف وضريف في لفس الوقت ما ننساوش إحنا يا اللي قلنا الخبز اللي درناه بالفارينة كيفاش ترشعيه بالفارينة الدورة فارينة الدورة هنا يا هنا تستعملي النخالة أقول النخالة وتستعملي فارينة الدورة تخلطيهم مع بعض نعود فارينة الدورة مع النخالة والمقادير الأخرى تقعد هي هي ما عندها انتي تقعي فارينة كمبلت مو وتعوضيها بفارينة الخالة خالة رح تنبع كينة وديري فارينة الدورة رح تتبع كذلك وبرب ان شاء الله موفقين ان شاء الله وربي شافي جميع مرضانة ان شاء الله نروح ودرك البوراك البوراك تعنا وش نسحقه نحتاجه هنا يا حبة بصل مفرومة ديريها في مقلة فيها شوية زيت وحمسيها حتى تتكرمل نحيها ديريها في صحن نفس المقلة كل شي في مقلة وهته نفس المقلة ديري شوية زيت وربي زوج حبات الزرودية بالرقيق زوج حبات جازر بالرقيق ربيها وخليها تتحمس في ديك شوية تعزيت تطلق المتاحة لازم تطيب زيدي لها دركة زوج حبات انتا غورجة الزرودية هي اللولة بعد من مورها غورجة غابة بالرقيق ورديها تتحمس مع الجازر ذو كتبلي ملح فلفل أسود وشوية تع كركم ملح فلفل أسود شوية كركم وراكي تقلي راكي تقلي في ديك الزرودية الدبلي فيها هي والغورجات وردي فيهم البصلة خليهم مع بعض هنا ديري سنة وحدة تحثوم وراكي تقلي نهال لي تحسي بيها بلي مهاجة عزاز الجازر الفقسي فيها تلت حبات بيت تلت حبات بيت كاملة جبن مبشور وجبن طاري ما فيها شي اللحم تهنيتي بالصحة ولهنا كل يوم اللحم بزاف شوية منين دك نديرو الخضراء هند هند مرحبا بيك حبيبتي دلال أهلا وسهلا شرفتيني ونورتيني بوجودك وجدي روحك الإبتحان نهائي عن قريب إن شاء الله نعاودو البوريك بالخضراء قلنا حمسي البصلة حمسيها مليح مليح فتيحة فاتي مرحبا بيك حبيبتي منسيتك شوز لبي يا الحمراء يا الغالية هنا عابي حبا جزر أو اثنين وزوش كده يا جورجات بدي بالزرودية في نفس المقلات شوية زيت وحمسيها عاودو ردي معها القرعة ملح فلفل أسود كوركم وردي فيها البصلة وواصلي التحمس ديري لها كدلك هنا يا سنة أو اثنين تحتوم كي تطيب لك ديري البيض تلت حبات بيض وراكي تحركيك شو ركي تديري في اوملت عادية مع تزيدي جوبن مبشور مع شويف خماش بلو هذه هي لفخص تعلبورك مفيها شلحم مفيها شجاش جيبيها قدامك وعمري لي سيجار ويلا أقلي والله غبنان خاصة بالخضار واللي عندها الأطفال ما يكلوناش خضراء را عدنا خلل في الخضار ما يكلوناش خضراء مش يغل لحموا تجاجه كامل إنسا منين ذاك يدير حاجة بدون لحم والله حتى ولو كان عندك الخير را مش يملح بزاف لا سنطيع لهادي ما دابين احنا يا نحاولوا قدر المستطاع باش نديروا هاك وهاك وازن غذائي مفيد للصحة إن شاء الله يا رب العالمين جربوه وتحبوه إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين ديما تكونوا بخير والله ستكونش عن نفرح كي نلقى وصفة من وصفات يدارتها أي وحدة وحطت الصورة منهم أم مصطفى عشرة على عشرة مامانكا الله يفتاع ليك البيبان عشرة على عشرة تبارك الله خرج لها الفلون يهبل أم آدم خرج لها الفلون روعة الفلون تاع القاوية برافو عليكم أنا نحييكم من هذا المنبر يعطيكم ألف صحة إن شاء الله يا رب العالمين وإن شاء الله بإذن الله الرحمن كعلي راكم تشوفوا فيا وقعلي راكم تسمعوا فيا الحاجة اللي راكم تمانين ها تتحقق في هذا الشهر الفضيل ier بيجبركم فرحة على فرحة قلوا أمين ما تبقلوش روحتيكم إن شاء الله فرحة على فرحة هند هند والله يصدقين يا هند هند السوجي سهل بربي إن شاء الله و موفقة إن شاء الله بإذن الله الرحمن قلو امين فيجوا إن شاء الله و إنشاء الله最وافقين إن شاء الله ام مصطفى بغفو ران يفرحانا بكل راني فرحانا بك تبارك الله الرحمن يعطيك صحة يوه وآخيرا إن شاء الله يا رب العالمين فوق راسي وعيني حبيبتي إن شاء الله بإذن الله الرحمن هنا وش رأيكم حبيباتنا تشوفوا وش رأيكم خاصكم عبر الهاتف حاولوا أنتم تتصلوا بنا نظرة لربها أنت تاني ربي يعطيك ما تمنى يا مويمة إن شاء الله بيفرحك مونير قولي أمين إن شاء الله تفرحي به وتجي بلي الفال حتى البويرة تقولي لي هل فالتا مونير إن شاء الله يا رب إن شاء الله ربي يفرح جميع جميع المستمعات اللي عندهم انتحنت أولادهم سواء كانت سيزيام أو بيام أو باكالوريا ربي يفرحكم وربي يعطينا السلام لبلادنا إن شاء الله يا رب 026-74-19-19 مرحبا بكل مكلمتكم الهاتفية يا حبابنا وإن شاء الله نتناقشوا شوية في التليفون شوفوا وش خاصكم وش ما خاصكم شخطرش عدنا كيكا شبب زفة الكيكا راح تديروها للصهرة لصحور لحبابكم لضيافكم وكذلك تحليوا بها قعدتكم 026-74-19-19 يلا المكلمتكم الهاتفية لطفي ولدو نعم لطفي دايما منورني لطفي هذا الساش يختاعي وأنا نحبه بزبزف موفق إن شاء الله لطفي كما اليوم الثاني جاتني فرحة فرحت بزبزف بالمتربس تاعي إبراهيم من عين بالسام تحياتي ليك متربس عندي مدة سنة كاملة تحصل على الديبلوم تاعه في الطبخ الجماعات ودركة راح بوست تتولار في الجامعة تبارك الله راح من فرحت بالمتربس تاعي راح بوست تتولار في الجامعة بالديبلوم اللي اداه من عدنا اللي هو فرمسيون ديبلوموت في طبخ جماعات بغافو إبراهيم العقوبة لحل أصحابك إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله جميع اللي دي دي ديبلومات سيدنا يكون مفتاح خير عليه نروحوا للتحلية تحلية رائعة جدا هنا بالنسبة لهذه التحلية هي الطيبة قبل كرام باتيسيغ معنتها كرام باتيسيغ عادية تبعوا معي مليح باش تفهموا هاد لكرام باتيسيغ تندير بالحليب معنتها عادي ديري انتيا تقديري تعريتلا كما تقديري تعمصريتلا نعطيك هنا تعريتلا ديري ديري تلاتة حليب كاس تع سكر عادي خمس مغارف تع مايزينا تنين سفار بيت هناشا بغي تديري بغي تديري معاها مع لكرام هادي بغي تديري زوج مغارف تعشا قهوة سريعة الدوابان زوج مغارف تعشا قهوة سريعة الدوابان معنتها لكرام باتيسيغ تخرج لونها بني على منكها بالقهوة إنكرام باتيسيغ عادية كل محضرها متبع لكرام باتيسيغ تفتاحها على بالي شواء بغي تزيدي زوج مغارف قهوة كي تطيب لكرام باتيسيغ وضبق بق خليها تبرد شوية وزيدي لها خمسين غرام زبدة تولي موسلين خمسين غرام زبدة تكن لم تفتاحها أريد أريد بما انиться خمسين غرام لا تريد أن تقتل تحتاج تقصيد قهوة بردة وعادة وقهوة بردة وقهوة بردة وقهوة بردة وقهوة بردة يحتاج لك كيلة كرام باتيسير وكيلة كرام بردة وقهوة لا يوجد حليب لونها بني قبل وقهوة بردة شوكولاتة الطالاء شوكولاتة الطالاء شوكولاتة الطالاء المعلبة اشرب باطا اشرب مول تا سيليكون لديه صغيرين دوز لا صغيرين وقهوة بردة شوكولاتة الطالاء في وسطها بندق ولا لوزة ولا حبة كوكومة لا يكلف الله نفسا هذه اللولة تبدأ بها قبل ما تدري لك ابدأ بشوكولاتة شدي مول تا سيليكون في دوميسفير صغير هنا اللي ما عندهاش المول هذا شدي يدك فيها شوية زيت كوري شوكولاتة الطالاء وحطها في المجمد كونجلاتور تحشيها بحبة بندق هنا نروح لشوكولاتة الطالاء وكل تعمريها في المول تا سيليكون ميد من بالزيت ولا مسحيتك بالزيت وسنيواتك بالزيت ودري كوريات وحشيهم بحبة بندق وكوكومة ودريهم في كونجلاتور من بعد تحضر انتها لمساكتة القهوة قلنا نزوج كيلة كرام باتيسيخ سيكون موسلين وزيدها كيلة انت عشانتي تطالعة بالقهوة القهوة تكون بردة تخلطيهم مع بعض وتكون مدوبة تبعين مليح هنا تحتاج الجيلاتين جيلاتين بغبرة تقدم جيلاتين تقريبا 40 غرام 50 غرام في الوصفة ولكن لما تحتاج تكتري 40 غرام 40 أو 30 غرام فوق تفقد خدمي لماستعجيلاتين حوليها في الماء وتقبل هذا الماء اتجمد دوبها ونعبر وضيفها حتى القهوة yo هكذا الدوب تحضرها قليلا رؤية تحضرها اضعها و اضعها و اضعها في الملونج القهوة جاهزة تبارك الله رحمن اذهب الى الكنجيلاتور و اضعها بول الشوكولاتة اضعها مولة اضعها مولة مولة اضعها مولة اضعها مولة اضعها فتراكز جاهزة مولة جاهزة مولة اضعها شوكولات لما يوجد القهوة اضعها مولة ça غرسي فيها ليبون غرسي فيها ليبون ما عندكش حلوة تاخدك لا عندك ليموتع السيليكون ما عندكش سلكي الحالة المهمة تمديها للزوج اللي غالبوا رمضان تحيتي لكل أزواج وكل الرجال تبارك الله الرحمن عليهم ربي يحفظهم والضغط عليهم نحن نحسنونهم العون وإن شاء الله ربي يقدرهم ويقويهم إن شاء الله نعم حنان رمزي تسألني تقول لي على الجيلاتين نقدر نستعمل لي فين نعم حبيبة قلبي فقط ديلي في بلك بللي الورقة راه خفيفة بزبزف والمشكلة ما نقدرش نقولكش حل ديلي من الورقة لا خطرش ليش دي فايجو مكسرين دي فايجو نوس ورقة دي فايجو مكسرين قالوا انتي كيفاش ديلي توزنيهم هذا الدسيخ هذا ب30 جرام تقدري تديريه واحد لاموس شابه بزب القهوة مليحة في الشهر الفاضيل هاد لاموس بعد كي تكونجليها انتيا وتنحيها من القوالي بتوحى تقدري حتى تديري لها قاعدة القاعدة سوى تديريها لها بالبيسكويت ولكن هم مدورين انا راني نديرها غي حبا قاطو حبا قاطو بلا ما نسميوه يعني سميتو تفرد حبا قاطو تحطيها تحتها كقاعدة عادية لما كاش عندك البيسكويت معلتها من فوق الاخر تحى تقديري لها ميغوار سيبا كام كما حبيتي ولا تخليها على حالها لقود تحشبة بزف راح تجربوها اخواتي وتعجبكم إذا حبيتيها قاطفة مع أنت إذا حبيتي تديري لها قاطفة هكي الفابو تاع قاطفة يتباع تاع شوكولا ولا تديري تتفضر إلا عندك لاباراي إلا عندك لاباراي تاع الفابو تاع القاطفة لاباراي هديرها تنباع تتباعه بثمن معقول واش بغي تديري شدي 100 غرام شوكولا البيضة مع 100 غرام تاع لبغ دو كاكاو حالا نرمزي على بالهب لان قدروا نعوض لبغ دو كاكاو بالمارغارين توريق 100 غرام شوكولا بلان مع 100 غرام لبغ دو كاكاو واشروا كولوران سبيسيا شوكولا كولوران سبيسيا شوكولا كالانواع بلانت بوزك انت يدرسي تالقهوات قدروا تشري تالقهوة ولا تعشيكولا ولا بعد كاكد دو بهم في حمام ماء عمري في لاباراي وديري لابريزو يلا فشفشي عليهم تولي لك قاطفة مع انتها حاجة بسيطة في هاد لاموس تخرج لك روعة فقط ملاحظة اخواتي في لاباراي كلاك تكون مردت تحت بلانتها بالخالد لا تخرج نأكدها لكم منعود لكم خصها تكون فيتا رقم 20 هي مرقمة تحتني البلارات تحت على البلاستيك بيضاء راهم رقمة عند العشرين فوتي العشرين من شوكولا بلان و لبغ دو كاكاو والكولوران بيانسور دو كالان لما عندهاش لبغ دو كاكاو جر بيها بالمارغارين التوريق بصح مانشي اي نوعية للاسف مانشي اي نوعية لتصدق باش تخرجين قاطيفة في هاد لاموس حطيها للعيلة وتاكلوها احبابي بالصحة والعافية